هددت المتطرفة الفرنسية مارين لوبان المسلمات بمنع لبس الحجاب في الأماكن العامة إذا أصبحت رئيسة لفرنسا وقالت لوبان أريد أن أمنع لبس الحجاب في الأماكن العامة في الحقيقة أنا أمدد قانون حظر لبس الحجاب في المدرسة حتى لا يؤثر على المجال العام بأكمله وأضافت متطولة على الدين الإسلامي ما أريده ومحاربة الإسلاميين الإسلام عقيدة تدمر حضارتنا يريدون فرض الشريعة وتمزيق كل ما نحن عليه في الواقع لا أريد أن أترك هذه الأيدولوجية تنتشر وقد حددت مرشحة الحزب الوطنية الجمهورية الفرنسي بعض الإجراءات التي تريد تنفيذها إذا فازت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية والتي ستجرى الجولة الأولى منها يوم الأحد ترجمة نانسي قنقر